فوز غالي جدا للأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد فوز كان مهم جدا للنادي الأهلي بعد الفوز على الاتحاد فريق كبير الاتحاد فريق كبير المصري وظروف صعبة للأهلي بالتأكيد غيابات بالجملة غيابات بشكل إجباري بسبب الإصابات وخلافه وغيابات يعني طوعية قرار إدارة النادي الأهلي باللعب بالشباب وبالتالي النهاردة وانت بتتكلم على أداء النادي الأهلي لازم تحط كل ده في اعتباراتك لا يجوز اللوم بشكل كبير يعني على ريكاردو سوارش المدير الفني للنادي الأهلي وهو تقريبا ملعبش مباراتين من ساعة ما جاء بنفس التشكيل دايما فيه تغيرات دايما فيه إصابات دايما فيه غيابات طول الوقت وبالتالي الفوز مهم جدا للنادي الأهلي معنويا فنيا طبعا فيه نواقص كثيرة فالنايا على مستوى الأداء الممتع تقريبا مش موجود والفوز النهاردة تأخر والأداء النهاردة كان ممكن يسوق أكتر ولوله الهدف اللي سجيه رامي ربيعة في ديئة 80 وبعده الهدف اللي سجيه له حسام حسن كانت الأمور كانت الأهلي ممكن يخسر أو يتعادل على الأهل في هذه المواجهة اللي كان فيها المصري بيلعب كورة كويسة واستحوز في فترات طويلة على الكورة قدام النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر